فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ بالسؤال الأول في هذه الحلقة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إذا سهى المأموم وقرأ التشهد بدلا عن الفاتحة ماذا عليه وجزاكم الله كل خير وأنت فجزاك الله خيرا بيقول إذا سهى المأموم وقرأ موضوع السهده يعني ناس بتسأل فيه كثيرا يعني مارضة يقول لك الإمام سهى وقرأ بدلا من يقول الفاتحة قرأ التحيات يعني الله أكبر يقول الحمد لله رب الع금ناه قال التحيات لله والصلاة الطيبة طيب ومره يقول لك المأموم لا هو اللي سهد يعني بدلا من يقول الحمد لله رب العلمين برضو التحيات لله والصلاة الطيباتك وبعدين عدت الصالة على كده بعدين تذكر أنه هو أو بعد ما ركع أو في السجود أو غيره إنه قرأ واقفا التحيات بدلا من قراءة بدلا من قراءة الفاتح طيب نقول الحكم بالنسبة للإمام والحكم بالنسبة المأمون بالنسبة للإمام جمهور أهل العلم على أن الإمام إذا قرأ تشهد يعني واقفا بدلا للفاتحة لا يخلو من من أحوال الحالة الأولى أنه قرأ التشهد وبعدين قبل ما يخلص تذكر أنه هو بيقرأ التشهد بدلا لفاتحة فعندئذ يقرأ الفاتحة خلاص يعني مثلا هو أنك حميد مجيد وبعدين ليه نفسه واقف كده أنا قرأت التشهد فقبل أن يركع أو قبل أن يقرأ الصورة تذكر أنه أو انتبه فوجد نفسه يقرأ التشهد فده حكم إيه؟ حكم أنه هو يقرأ الفاتحة يعني خلاص اللي فد انتهى خلاص وبعدين يقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ صورة بعد ذلك ويكمل الصلاة عادي كانت صلاة يعني رباعية ثنائية ثلاثية زي ما تكون خلاص ولكن قال بعض أهل العلم يسجد للسهوي ليه بقى يسجد للسهوي لأنه ذكر ذكرا ليس في محله يعني هو زود كده ذكرا ناسيا في ظل طبعا التي الذي يعيشه كثير من الناس أو الغفلة أو المشاغل أو المهمة أي حاجة لخبطت كيانه كده فرح قالك التحيات المباركة فيسجد بقى للسهوي لأنه هو جاب التحيات فوق في القيام ذكرا زائدا على الفاتحة التي هي الأصل يعني طيب طيب إذا إذا ذكرها بعد ما قرأ الآيات اللي هي بعد الفاتحة دي ذكر أنه ما أرش الفاتحة برضو يرجع تاني الفاتحة طيب إذا ركع إذا ركع وبعدين تذكر يعني ده أظن ده بيكون نادرا خصوصا إذا كانت استلاحة جهلية يعني نركز نركزوا معنا شوية جماعة في الموضوع ده هي إذا كانت الصلاة سرية محدش هياخد باله لأن هي سرية خلينا نقول إن الصلاة دي جهرية وواحد بقى بلع التحيات أكيد الناس هيقولوا سبحان الله مش معقول يعني الرجل أقول التحيات المباركات وكذا يقعد يكمل والناس يقولوا أمين بعد ما يخلص إنك حميد مجيد فأكيد يعني هيذكر يعني فإذا ذكر خلاص زي ما قلنا أنه هو يقرأ بقى الفاتح طيب هنفترض بقى أنه كل تايه وكل غفلان وكذا والدنيا مشى خالص ولم يتذكر ومحدش نبه ولا شيء وده يعني ممكن تقول نادر وجود أو الله أعلم مستحيل وجود ولكنه حصل ولم يتذكر هذا إلا بعد الرقوع قال أهل العلم حتى لو تذكر أو ذكر هذا بعد الرقوع فإنه يقوم و يستأنف الصلاة يعني يقرأ الفاتح يقرأ الفاتح كأنه لغى اللي فات ده كأنه لغى اللي فات يعني ويقرأ الفاتحة والصورة وبعدين يركع الرقوع بقى اللي هو بعد الصواب طيب كمل بقى وخلاص وفاتت الرقعة عند إذن وتذكر في الرقعة الثانية أو تذكر في السجود لا خلاص بقى يكمل وما يجب الرقعة التانية يعتبرها أن دي الرقعة الأولى لأن الرقعة اللي فاتت دي اتلغت اتلغت ليه بقى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم القرآن ليفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بأم القرآن وهناك رواية أخرى يعني والحديث في الصحيحين معروف يعني فجمهور أهل العلم يقولون هنا بأنه هو يبقى يبدأ من طالما أنه لم يتذكر إلا في السجود أو تذكر بقى في الرقعة خلاص هيقوم للرقعة التانية يبقى أول ما يقوم يلغي الرقعة اللي فاتت دي يلغيها خالص يعني فيكبر التكبير اللي هو تكبير الانتقال وبعدين يبدأ بالتحيات يبدأ بالفاتحة ويبدأ الرقعة التانية دي خليها الأولى بقى يخليها الأولى خلاص خلاص الرقعة اللي فاتت دي اتلغت ويكمل لو كان مسلا صلاة العشاء يكمل بقى الرقعة التانية بقت الأولى واللي بعدها بقت التانية والتالتة والربعة وبعدين في التحيات قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو سجدتي السهو ثم يسلم طب ليه يسجد سهو لأنه هو الرقعة اللي فاتت دي خلاص بقت رقعة زائدة وتلغت وتلغت طيب صلى وخلاص ومشوا وكذا وبعدين تذكر لا يعيدوا الصلاة يعيدوا الصلاة مرة أخرى لهذا رأيه جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم هناك البعض خالف يعني وتصح الصلاة عنده عند من لا يشترط إن قراءة الفاتحة يعني على قول فقرأوا ما تيسر من القرآن ما تيسر من القرآن عنده إن ما تيسر من القرآن أي آيات تقوم مقام الفاتحة لكن رأي جمهور أهل العلم على إن الحديث صحيح وصريح في إن الصلاة لا تجوز إلا بفاتحة الكتاب خلينا نمشي مع مذهب الجمهور والتفصيل اللي أنا فصلت يعني تذكروه خلوا بيكم منه هذا إذا كان إذا كان إماما طيب إذا كان مأموما الأمر فيها سهل جدا لأنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة أصلا للمأموم والراجح أن قراءة المأموم تكفيه قراءة الإمام يعني المأموم تكفيه قراءة الإمام النبع الصليم يقول في الحديث نما جعل الإمام ليؤتم به حديث في الصحيح فإذا كبر فكبروا وإذا قرأة فأنصت وإذا قرأة فأنصت تمام يعني هو الأصل للمأموم أنه هو ينصت فمش تفرق بها أنه هو هل قرأ الفاتحة على رأي من يقول لا بد أن يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة أو قرأ سهوا التشهد فالأمر بالنسبة للمأموم الصلاة فيه الصلاة الصلاة صحيحة لو سهى وقرأ التشهد بدل الفاتحة فصلاته صحيحة الإمام يعني يعني يسد عنه في قراءته وليس على المأموم سجود سهى يعني هو أصلا بأي حال من الأحوال ليس على المأموم سجود سه لأن السجود السه لا يكون إلا للإمام أو لو أنت بقى منفرد لو أنت منفرد طبعا الحالة التالتة اللي احنا بقلناه هاش دي إذا كنت منفردا إذا كنت منفردا اللي احنا قلناه بالنسبة للإمام هنقوله بالنسبة لإيه لنمنفرد يعني إيه تاني برضو أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا كنت منفردا وكبرت روحت للأتحيات والمباركات وبعدين ونت ماشي 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 لحد ما أبلي الضكوع تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة فأعد القراءة وابدأ بالفاتحة وابدأ بالفاتحة طيب بعدما ركعت قوم وقرأ وانت واقف اقرأ فاتحة الكتاب وإلغي بقى الذي قبل الركوع إلغي خلص تمام كده طيب عدت عدى الركوع ودخلت في السجود أو في الركعة التانية وكده ابدأ في الركعة الثانية واجعلها الركعة الأولى واجعلها الركعة الأولى يبقى حكم منفرد هو هو حكم الإمام والمأموم كما قلنا صلاته صلاته صحيحة السؤال الثاني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في سؤال تفضل عن الحيض إذا كان في يعني إذا كان في وحدة محيضة يعني وحدة عليها الحيض وحدة تانية تصلي هل يجوز أن تلبس ثياب المحيضة وتصلي أم لا يعني السؤال بيقول إن وحدة عليها الحيض وفي وحدة عايزة تصلم ليست حيضة يعني هل يجوز أن تلبس ملابس الحيض وتصلي أول السؤال بقى يتركز في حكم ملابس الحيض دي طاهرة ولا نجسة والسؤال ده فعلا ممكن بييجي في زهن كثير من الحيض يعني أو الناس فنقول ما لم يصب الثوب الدم فالثوبنا طاهر يعني هي بتلبس مثلا إزدال أو تلبس عبايا أو شيء ولم يصبها دم تمام إنما الدم مثلا بيصيب الأشياء اللي هي الداخلية لكن الثياب الخارجية لا يصيبها دم فهي طاهرة قولا واحدا فممكن هي مثلا هي خلعت مثلا العباية بتاعتها وفي زميلتها تصلي وتلبس العباية دي لا بأسة بهذا طيب هي كانت تلبسه إزدالا مثلا في المتعودة تلبسه في البيت حتى وياحة مش مشكلة وبعدين صاحبتنا صاحبتها تريد أن تلبس الإزدال بتاع فجائز طالما أنه هو ليس عليه شيء من دم الحيض حتى لو عليه شيء من دم الحيض تغسله تغسل ما أصابه من دم الحيض أو ما أصاب الثوب يعني وتصلي وتصلي بلا أدنى كراها بلا أدنى كراها يعني ولا شيء برضو بالشيء يذكر إذا لمست كوبا أو لمست طبقا أو لمست شيئا الحيض الحيض ليس في اليد وليس في الثوب ولا شيء يعني جائز بلا كراها أن هذه الأخت تلبس ثياب الحائض وتصلي فيها نحن قلنا بشرط أنه هو لا يكون فيه شيء من من الدم الدم طبعا نجس السائل يقول في تاجر يعطي بعض الناس بضاعة دون بضاعة دين في تاجر يعطي بعض الناس بضاعة دين ديهم وبعد ذلك المدين يلقى التاجر في المسجد يعطيه الدين الذي عليه قال له التاجر لا يجوز ذلك في المسجد لأنه يسمى بيعا داخل المسجد ما الحكم يعني تاجر بيتاجر وبعدين بيبقى ليه فلوس عند ناس فممكن يقابله في المسجد فيروح يقول له تفضل يا حج الفلوس فالراجل ده التاجر قال له لا ما تدينيش الفلوس في المسجد لأنه هو لا يجوز ذلك لأنه ده بيع والبيع منه عنه هو في حديث فعلا في البيع بس ده ليس بيعا. ده سداد دين. وفيه فارق ما بين الدين سداد الدين والبيع والشراء. الحديث الاول عشان نبين الامر. الحديث اه صحيح. نهى النبي يرسم عن الشراء والبيع في المسجد. نهى وان تنشد فيه الاشعار. نهى عن الشراء والبيع في المسجد. وفي الحديث الاخر اذا سمعتم من يبيع في المسجد فقولوا لا اربح الله وتجارتك. والنهي هنا آآ عند جمهور اهل العلم على يحمل على الكراهة. يعني ان تمت صفقة في البيع والشيرة في المسجد آآ فهي لا يرد يعني العقد لا يفسخ ولا شيء. لكن ارتكبوا كراهة. لان المساجد لم تبنى لهذا. وعند بعض العلماء ارتكبوا شيئا محرما. لكن هذا لا يفسد البيع. اظن الموضوع واضح. لكن هذا ليس من ذاك. يعني السؤال اللي هنا لا علاقة له. بنقول لاخينا التاجر ان ده مش موضوع به وشيرة. انت بعته واشتريت برة. لكن ده بيسدد لك دين. طيب قضاء الدين في المسجد. جائز ولا غير جائز. وفي حديث في الصحيح ان كعب ابن مالك تقاضى دينا عند ابن ابي حدرد. صحابي اسمه ابن ابي حدرد. حتى ارتفعت اصواتهما في المسجد. فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج اه على الصوت يعني. انت لي انا هجيب لك امتى? مش امتى? المهم يعني ايه? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب ابن مالك. قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا. او ما الى الشطر. يعني قال له يا كعب ابن مالك. اه تنازل عن نصف الدين. مسلا لك عشرين يبقى انت لك عشرة يا كعب. فقال له فعلت يا رسول الله. شوف احترام الصحابة بنواع السلام. شوف شوف الصحابة كيف فكانوا يسمعون كلامنا على الصلاة. ما قالوش لا يا رسول الله كزا لا. قال له يا كعب ابن مالك. قال له لبيك. ده اول احترام. قال له ضع من دينك هذا. او ما الى الشطر النص. قال فعلت يا رسول الله. فقال يا رسول الله. ابن ابي حضرت كن فقده. اه يعني ايه? وبعدين الرواية بتقول اه ان كعب ابن مالك تقاضى رجلا في المسجد. في المسجد. يعني في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طالبه بالديني. فلما طبعا هذا دليل على انه يجوز ان تأخذ دينك في المسجد. وإلا لقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما تفعلاني ذلك في المسجد? تفعلاني ذلك في المسجد? لم يقل لهم ما ذلك. او مثلا كان يقول له طيب اه طالبه خارج المسجد? او تقاضيها خارج المسجد? لا. بل بالعكس نوع السلام تمم الموضوع داخل المسجد. قال له يا كعب ضع من دينك هذا. واشار الى النصف. وبعدين قال له ابن ابي حضرت قال له قم فقده. خلاص بقى الراجل يعني ساب لك نص الدينة هو. ترك لك نصف الدين. بدل الابعين بقوا عشرين. بدل عشرين بقوا عشرة. قال له بقى قم فقده. فدي بقى يعني يخده من هالحكم انترام ان هو بقى خففا. الدين يبقى عجل في في القضاء. عجل في السداد. فكده الموضوع السداد الدين في المسجد لا يدخل في النهي. الذي هو اه نهي معصلا فيه عن البيع والشراء لانه هو ليس بيعا ولا شراءا وانما هو قراء دي. وفي كتب المالكية وكتب الشافعية والحنابلة والاحناف. ما مليئة بانه يجوز قضاء الدين في المسجد. يفتح اي كتاب في هذا. مما يباح ومما يجوز. وطبعا الدليل هو. الدليل ده هذا من 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 كلام النبي على السلام ومن اقرار النبي على السلام في هذا. وحنا يعني قبل ان نفتم هذا السؤال بنبين للناس اه المصارعة الى قضاء الدين. سبحانه وتعالى اكرمك وجالك القضاء على طول. على طول. سد الدين اللي عليك. ما تعملش بقى حاجة هنا ولا حاجة هنا ولا تعمل حاجة لنفسك وكذا لا. ديون الناس اولى بالقضاء. وفضلها على مصالح نفسك. هذا وبالله التوفيق. واصل الله عز وجل ان يقضي عندنا الدين. وان يبارك فينا وفيكم. وصلاة تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا. وفاصل ثم نعود اليكم. وجزاكم الله خير. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واسألوا 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 اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لنجيب عن الاسئلة المتبقية في هذه الحلقة وبالله التوفيق. السال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي. افتونا وجزاكم الله خيرا. وانتم فجزاكم الله خيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة السلام وصفه في وصف القرآن الكريم حتى انه مرسل للأميين. ووصفه الله عز وجل بالأمي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. تمام النبي الأمي. طيب ووصف من ارسل فيهم بالأمي أيضا. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. اللي هو مين محمد صلى الله عليه وسلم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم. طيب يعني ايه أميين. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. والأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون غالبا. طبعا بعث في الأميين على سبيل الأغلبية. وإن كان فيهم من يقرأ ويكتب. لكن الصفة الغالبة ايه؟ انهم لا يقرؤون ولا يكتبون فأخذوا صفة الأغلب. الاغلب الصفة الغالبة اللي هي الامية وكذا قدر الله عز وجل ان يرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اميا لا يقرأ ولا يكره والله عز وجل كان قادرا جل جلاله ان يرسل نبيه صلى الله عليه وسلم قارئا كاتبا يعني على كما يشاء سبحانه وتعالى لكنه شاء ان يكون غير كاتب ولا قالب طيب بعض اهل العلم قبل ان ننسى بعض اهل العلم يقول الامي نسبة الى ام القرى نسبة الى ام القرى ام القرى اللي هي مكة المكرمة فينسب اليها من هو منها يقل امي لكن هذا الرأي الاصوب والرأي الراجح هو الذي قلته اولا وهي الامية يعني عدم القراءة والكتاب طيب لان في بعض الناس يعني سبحان الله يعني في في هذه الايام يعني بيقول لا انه مع الصلاة رحمة العالمين وكيف يعني يكون أستاذا للدنيا وكذا هو لا يعرف فيه نقص حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه نقص وسأرد على هذا الآن فظن هؤلاء الجهلة أن الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم نقص لا الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال وشرف هي في حقك أنت نقص وفي حق أنا نقص ولكن في حق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كمال وشرف كيف هذا إمام الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى لما تعرض لقضية الأميين والأمي يعني تكلم كلاما بارعا جدا قال معنى معنى ما قال ليظهر ليظهر يعني أرسل الله عليه وسلم أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أميا ليه ليظهر أن كمال النبي صلى الله عليه وسلم النفسي والعقلي والعلمي إنما هو من الرب جل جلال يعني ذاتي في النبي عليه وسلم من الرب جل جلال وليس مما ينال بالوسائل والوسائط والتي منها القراءة والكتابة نقولها تاني ده معنى كلامه يعني رجعها في في تفسير هذه الآية التي ذكرتها ليظهر أن ما أن كمال النبي صلى الله عليه وسلم النفسي والعقلي والعلمي إنما هو ذاتي من الرب جل جلال من الله رباني من الله عز وجل وليس مما ينال أو مما نيل بالوسائل والوسائط اللي هي زي القراءة والكتابة مثلا واحد عايز يبقى مثلا واحد يريد أن ينال شيئا من الكمال يعني أو شيئا من الفقر أو الشرف إنه يكون عالم وكذا فغالبا لن ينال هذا إلا بالجلوس بين يد العلماء والقراءة والكتابة ومطالعة الجديد والحفظ القديم وحفظ الجديد وكذا وكذا هذا ما كان معنى والسلام إنما الذي علمه شديد القوة والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما علمه النوع السلام إنما هو من الله عز وجل وليس من مطالعات الكتب القديمة ولا الجلوس بين يدي أساتذة وكذا لا هذه يعني شبه ردها الله عز وجل لأنهم قالوا إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين بشر من اللي علمه النبوة وعلى الله السلام بشر من فالذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الشرف ومن كمال النفس ومن كمال العلم ومن كمال العقل ومن كمال هذه العظمة وهذا السؤدد وهذا العلوم إنما هو من الله عز وجل من الله لم ينل بقراءة ولا كتابة فالأمية يعني وإلى الآن يتعجب المنصفون من مما جاء في كتاب الله عز وجل مما يكتشف في هذا الوقت في هذا الزمان مما لا يعلمه علماء زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبله ولا من بعده في أشياء لم تكتشف إلا في هذا الزمان وفي أشياء لن تكتشف إلا بعد هذا الزمان كيف أين قرأ النبي هذا أين تعلمه إنما هو من الله لم يقرأ ولم يكتب من الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسوله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولا يزال الناس يرون من آيات الله عز وجل ويتبين لهم أنه الحق مما نزل بالوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا يزال الناس يقرؤون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما هو متعلق بالطب أو متعلق بعلم الأجنة أو متعلق بشيء من القارات أو بالبحار أو بعالم الحيوان أو بعالم النبات أو بعالم كذا مما لم لم تكن تدركه عقول الذين حتى قبل النبوة والسلام ولا الذين في زمن النبوة والسلام ولا الذين بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدرك إلا في هذا الزمان أو سيدرك بعد هذا الزمان فاللي بقول لك إزاي ومش إزاي وندما مكنش أمي ده هذا يعني كلام لا يقوله منصف ولا يقوله عقل نبي ثبت من القرآن ومن السنة وثبت بالمعاصرين وممن جاء بعده أنه على السلام لم يكن يقرأ ولا يكتب والأمية كما قلت هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فخر وشرف أما في حقك أنت فهي من النقص وبالله التوفيق السؤال الذي بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وأنتم فحياكم من بعض أخت تسأل هل يجوز لها أن ترضع ابنها أمام النساء أمها أخواتها أخوات زوجها وأمه يعني تقصد أم الزوج وأقاربها وهي كاشفة عن سديها الأصل في ذلك أن الله عز وجل قال وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظهر منه وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ على جيوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أو آبائِهِنَّ أو آبائِ بُعُولَتِهِنَّ إلى آخر محدّ ما قال إيه أو نسائِهِنَّ يعني النساء الحريم طيب الزينة دي يعني قال بعض أهل العلم أو قال جمهور أهل العلم هي ما يظهر غالباً في البيت ما يظهر غالباً يعني من قدمها أو جزء من ساقيها ومن شعرها ومن نحرها رقبتها يعني الزراعين يعني هذه الأشياء التي تظهر أثناء الشغل في البيت يعني أثناء المهنة أثناء الغسل أثناء الطبخ أثناء الكنس يعني الأشياء التي تظهر غالباً فاجوز الامر كذلك ومما هو معلوم في كتب الشق ان عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل بالنسبة للرجل يعني عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة الى الركبتين هذه العورة ما بين السرة الى الركبتين بالراجل مع الرجل وهناك خلاف الفخذين بالنسبة للرجل قال الفخذ عورة بالنسبة ليس الان محل الكلام على عورة الرجل لكن بالنسبة للمرأة كما قال العلماء عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل يعني برضو المرأة امام المرأة يجوز ان ترى لا يجوز المنطقة اللي هي محرمة ما بين السرة الى الركبتين المرأة مع المرأة أما ما فوق السرة وما تحت الركبتين فده يعني متاح ومباع وليس معنى ذلك إن يجوز للمرأة أن هي تلبس مثلا أن تكون عارية الجزء الأعلى وهي خرجة دفلة كده أمام الحريم والكلام ده لا حتى هذا مما تأباه الفطرة مما تأباه الفطرة لكن الغالب أن هي المرأة بتسطر هذا لكن إن ظهر شيء جزء مما هو فوق السرة جزء من الظهر يعني بدون بدون تعمد أو شيء فده يعني جائز وده لا شيء فيه وعلى ذلك بعض أهل العلم أجاز وأباح للمرأة أن ترضع رضيعها أمام النساء لأن هي أو نسائهن مع استحبابهم أن تغطي مع استحبابهم أن تغطي يعني ليس ليس واجباً ليس لكنه على سبيل الاستحباب فبننصح الأخت يعني خروجاً من الخلاف يعني خروجاً من الخلاف أن تسطر نفسها أثناء الإرضاع تسطر نفسها حتى مع يعني طالماً أن الأمر ليس فيه حرج ولا شيء طالماً الأمر ليس فيه حرج طبعاً ما بنقولش أنه يجب عليها أن تسطر خصوصاً أمها مثلاً جلسة مش مقول أنها تسطر أمام الأم لكن لو ساطرت لا بأس أمام الأخت وكلما بعد الأمر يعني كلما ضاق شوي يعني مثلاً إذا أرضعت المرأة البنت يعني أمام أمها ده يعني الأم مش هتحسدها ولا شيء لكن إذا أرضعت أمام مثلاً جارة من جاراتها أو أمام شيء فربما يعني تصاب المرأة بالعين أو بالحسد أو نحو ذلك فأحنا خايفين عليك أنت يعني بعيداً بعض النقطة أن يجوز أو لا يجوز إحنا لأن في ظل كسرة الحسد وكسرة العين وكسرة السحر واشتداد هذا الأمر في هذا الزمان بالذات فأحنا منقول للمرأة يعني حافظي على نفسك وعلى برضو الطفل وعلى ما يظهر منك خلي بالك وخصوصاً كمان يا جماعة في ظل وجود المحاميل الجوالات الآن يعني ما تعرفيش من واحدة مسكة تليفون قدامك والله أعلم ممكن يكون بتصور أو كذا وما فيه بلاوي وهي مآسي سمعنا عنها أو قرأناها في مثل هذا وبعدين الناس بعد كده تقول ياريتني ما ظهرت ياريتني ما أظهرت ياريتني ما رضعت ياريتني ما عملت كذا وكذا فياريت أن هذا الأمر ياريت تدخلي جوه أثناء الإرضاع أو تسطوري نفسك أثناء الإرضاع خصوصاً مع الناس اللي أمه اللي برضا يعني اللي برضا بيتك بالذات تمام؟ على قدر الاستطاعة وعلى قدر الطاقة يعني خوفاً عليك أنت بعيداً بقى عن إيه؟ عن قضية الحكم والشرع فيها يعني وبالله التوفيق هل يجوز تسمية الولد باسم عابد؟ فيه أحياناً الولد بنسميه عابد هل يجوز؟ بعض أهل العلم قال يعني التسمية بهذا الاسم يعني فيه كراهة ليه؟ لأنه فيه نوع من التزكية فيه نوع من التزكية ولكن يعني أرى أن تسمية باسم عابد يجوز احنا عندنا حتى في بعض عند الحديث في علماء الحديث أو في بعض الوقت الحديث واحد يسمه مرضى بن عابد مرضى بن عابد يعني كان الاسم ده موجود يعني قبل ذلك من تابع التابعين تقريباً لكن ليه بنقول أنه هو يجوز؟ قبل ما نكمل فيه حديث مشهور جداً في هذا يقول لك خير الأسماء ما حمد وعبد خير الأسماء ما حمد وعبد حمد يعني محمد أحمد حمد مش عارف محمود لا هذا الحديث لم يصح عن النوع السلام هذا حديث مكذوب موضوع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام معي أنه مشهور جداً هو مشهور في كتب في بعض كتب الفقه طيب هل معنى كده أن أنا ما سميش محمد وكده؟ لا سمي لأن أنا ما سمي اسمه محمد ويا ما ناس من الصالحين سموا بأسماء النبع الصلاة والسلام وأسماء الأنبياء والمرسلين وأسماء الصحابة سمي لكن لا تستدل على تسميتك بهذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث أخرى صحيحة إن خير إن من خير إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن antly روه التلميزي و و دور. حديث حسن. ان من خير اسمك عبد الله و عبد الرحمن. وما فيه عبد اه لله سبحانه وتعالى. يعني اي با اسم الاسماء الله عز وجل من خير الاسماء. تمام? فانا شايف ان اسم عابد ليس داخلا في هذا. ليه لان مثلا ما الفارق بين عابد وصالح? صالح. عابد فيه شيء من التزكية. طب وصالح لو انت سميت صالح. بصالح برضه فيه شيء من التزكية. فليس كل شيء. فليس كل اسم فيه تزكية منهيا عنه. طيب ما هي محمد عليه السلام على محمد فيه تزكية. sites. نعم احمد فيه تزكية. محمود فيها تزكية. صالح فيها تزكية. فليس هناك فرقة ما بين صالح وبين عابد. وشاكر. ونحو ذلك يعني فصالح ده اسم من أسماء الأنبياء صالح سيدنا صالح وفي الصحابة رضوات الحديث صالح كثير تمام فإذا يعني هذا الاسم يعني أعتقد أنه هو داخل يعني مما يعني فيه تعبيد لله سبحانه وتعالى يعني وأرى أنه لا كراهة في مثل هذه الأسماء إنما بالمرضى للأسماء التي فيها ميوعة وفيها يعني أسماء يعني كده جايننا من برضا مستوردة وفيها شيء من الحاجات اللي هي اللغات الأجنبية والأمور التي ياريت أن نحن نبتعد عنها ونحاول أن نحن نرجع إلى الأسماء الطيبة الصالحة أسماء الأنبياء أسماء الصحابة أسماء التابعين الأسماء الطيبة أو أي اسم عادي يعني مقبول وفيه يعني لا يكون بالنسبة لولد لا يكون محل استهزاء أو محل سخرية لأن فيها أسماء بتبقى فيها سخرية كثيرة وفيه استهزاء حتى أن يصاب الولد بعقدة أو تصاب البنت بعقدة فبلاش أن نحن نصيب الأولاد بعقد نفسية بسبب أسماء ممكن أسماء تافها أسماء لا قيمة لها وهكذا صلى الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا وأن يبارك في أزواجنا أن يبارك فيكم جميعا وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لذكر إن كنتم لأهل اشتركوا في القناة